اشتركوا في القناة تذبح أمه أمامه ويذبح أبوه والنبي يمر عليهم وهم يتعذبون يقول لهم صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة خباب يوضع على الجمر حتى يشوى ظهره ويذكرهم بالأمم السابقة يقول لهم كان يؤتى بأحدهم في حفرة ويوضع المشار على رأسه فيفرق نصفين ليرده ذلك عن دينه شيئاً يطوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالبيت فيخنق حتى كذا يقتل فمن يدفعهم عنه إلا أبو بكر يوم من الأيام كان يسجد عند الكعبة فوضعوا على ظهره ورأسه سل الجزور قذارة ناقة بعد أن ولدت حملوها ورموها على ظهره صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث عشرة سنة من الضرب والتعذيب والقتل حتى التجويع ثلاث سنوات حاصروهم بغير أن يوصلوا إليهم طعاماً حتى أن بعضهم كان يأكلوا ورق الشجر صبر النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى الطائف يبلغهم الدين فتبعوه بالحجارة جاءه الملك يقول دعني أطبق عليهم الأخشبين يقول لا لا أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئاً لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ثلاث عشرة سنة من التعذيب والتجويع والاضطهاد والنبي يصبر ويصبر أصحابه على كل هذا قصص نور قصص قصص نور قصص حكم صبر لما اشتد البلاء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في مكة أذن الله لهم بالهجرة إلى المدينة جاء النبي إلى أبي بكر يخبره بالهجرة فقال يا رسول الله الصحبة قال الصحبة يا أبا بكر فبكى أبو بكر من شدة الفرح في ليلة الهجرة نام الإمام علي رضي الله عنه في فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفدي الإمام علي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه نام الإمام علي في فراش النبي خرج النبي مع أبي بكر إلى غار ثور قبل أن يدخل الغار دخل أبو بكر فوجد فيه جحرين غطى أحدهما بثوبه والآخر برجله ونام النبي على رجل أبي بكر لسعد دابة رجل أبي بكر الصديق رضي الله عنه فلم يتحرك دمعت عيناه فسقط شيء من الدمع على خد النبي صلى الله عليه وسلم فاستيقظ قال ما لك يا أبا بكر قال لا شيء لسعني شيء برجلي قال أرني رجلك يا أبا بكر فدعا لها ونفث عليها فبرئت ظل النبي مع أبي بكر في ذلك الغار ليلة كاملة وفي الصباح كان المشركون يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم فوصلوا إلى باب الغار فوقفوا عند باب الغار فبكى أبو بكر قال ما الذي يوكيك يا أبا بكر قال لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا يا رسول الله قال ما ظنك باثنين الله ثالث هما إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار تخيلوا ليلة يبيتها النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر ثم بعدها ليلة وليلة وليلة ليالي طويلة يبيتونها أين في ذلك الغار إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن إن الله معنا إنها ليالي حاسمة في ذلك الغار بين مرحلة ومرحلة أخرى ظل النبي مع أبي بكر أياما وليالي في ذلك الغار وأسرة أبي بكر كلها تخدم أبا بكر وتخدم الهجرة وتخدم رسول الله قبل هذا حتى أذن الله له أن يذهب إلى المدينة فسار من الغار إلى المدينة كرمها الله وشرفها الله من الذي تبعهم سراقه وكان مشركا قبل إسلامه فوصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبي بكر فنظر أبو بكر خلفه فرأى سراقه قال إنه سراقة يا رسول الله قال لا عليك ما ظنك باثنين الله ثالثهما إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن إن الله لا تحزن إن الله معنا وفعلا ساخت قوائم فرس سراقة في الأرض فلم يستطع القيام فرجع النبي إليه يقول يا سراقة هل لك أن ترجع وتعمي علينا قال وما لي يا محمد قال لك سوار كسرى لك سوار كسرى وفعلا عما سراقة عليهم ووصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع صاحبه أبي بكر الصديق وصل معه إلى المدينة واستقبلهم الناس أحسن استقبال أي مكان هذا إنها المدينة مرحلة جديدة في مراحل دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبدأها في تلك الأرض المدينة المنورة عاش النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الهجرة في المدينة وكان فيها يهود سالمهم وعاهدهم لكنهم غدروا وارادوا قتله قتل من قتل وأجلى من أجلى منهم أسس الدولة الإسلامية وأقام الجهاد في سبيل الله انتصر في أول معركة له مع المشركين في بدر فهزم الجمع وولى الدبر في أحد أصيب وقتل بعض أصحابه تجمع المشركون والأحزاب حوله في الخندق فنصره الله عز وجل وأيده فتح الله عليه في الحديبية فتحا مبينا وفي السنة الثامنة رجع إلى مكة فاتحا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا ظل حياته يجاهد في سبيل الله يقاتل أعداء الله عز وجل نشر الدعوة في كل مكان أرسل الرسل بعث الناس بالكتب وجه هذه الأمة إلى دينها علمهم أخلاقهم كان يقاتل في حنين وهو أكثر من ستين سنة عمره يقاتل بكل شجاعة وقوة وبطولة وهو يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب قاتل في سبيل الله لم يخش أحدا في الله كان يعلم أصحابه على القتال وعلى الجهاد مكث في المدينة عشر سنين من تضحية إلى أخرى من جهاد إلى آخر حتى وعد أصحابه بفتح بيت المقدس وبفتح مشارق الأرض ومغاربها وأسس أمة إسلامية ودولة إلى اليوم بقيت آثارها وبقيت دعوته بلغ الرسالة وأدى الأمانة وقاتل في سبيل الله وجاهد في الله حق جهاده حتى لقى ربه عز وجل نبينا عليه الصلاة والسلام كان على كبر سنه يعلم الصغير والكبير يعلم الجاهل والمتعلم يجلس مع الوفود حتى من غير المسلمين من أديان شتى يجلس معهم يعلمهم شؤون دينهم وأمور دينهم أمور دينهم أمور دينهم ترجمة نانسي قنع ترجمة نانسي قنع ترجمة نانسي قنع أمور دينهم اشتركوا في القناة